الممثل دائم المساعد للجزائر بالهيئة الأممية شدد على أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هم السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام دائمين بالمنطقة أن السلم والأمن المستدامان بالمنطقة على المدى البعيد يتحققان فقط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية في هذا الصدد على مجلس الأمن أن يطلع بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين والحيلول دون تظهر الأمور أكثر من خلال فرد وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة ومن تم العمل بجدية على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية